موسيقى 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 السلام عليكم و اهلين فيكم في الفيديو الاخير الملخص مؤتمر ابل WWDC 2019 اخر الفيديو سنتكلم عن هاردوير فابل فاجأة انزلت الماك برو الجديد كان اول شكل اسطواني طبعا جيمة تام غالي يعني بدأ من 6000 دولار تقريبا ما رح اقول القيمة يعني تفكر تشتري سيارة هنا في امريكا او لا تشتري الكميوتر هذا طبعا الكميوتر مصنوع ليس لكل شخص او مصنوع لحق ادتنج بسيط مصنوع لحق شركات كبيرة لحق يخراج 3D 8K 3D اخراج مثلا فيلم سينمائية كبيرة كيف يكم يوصل لحق الجهاز الجهاز يوصل لحق 28 مرضو نواة يعني جهاز مدري ليش مصنوع شركات ادوبي تستخدمها مثلا شركات الاخراج الافلام تستخدمها شركات الذين يستخدمون الصوت يستخدمون المقاطع الصوت مثل ما نرى هنا في واحد اضع مئة مقطع صوت في نفس البرنامج ويسألهم مخراج ولا يقضع ولا شيء اضع مقطعين فيديو واترك اللابتوب وارجع عشان يسوي render يخلص هنا يقول لك 8K فيديوهات كثيرة تضعهم مع بعض لا يحتاج تنتظر render فالله يرزقنا ان شاء الله فيهم مثلا الجرافيك سكار برضو تقدر تضع ثلاثة اربعة فيهم رو مثلا تستخدم الفيديوهات مثلا بكل قوتهم رو تضعهم مثلا 8K رو تقدر تشبك 6 شاشات 4K مع بعض او 8K تقريبا مع بعض كلهم في نفس الوقت ليس بوكين تستخدمهم كلهم على الجهاز واحد كيف قوة الجهاز طبعا هناك USB-C في USB-A في HDMI هناك مثلا Ethernet 10Gb 2 تركبهم لا أعلم لماذا أيضا نزلت مع ابل أو الشاشة التي نزلتها اسمتها Broad Disability XDR أيضا قال للشاشة 6K لا أعلم لماذا إن شاء الله في المستقبل قدام إذا كبرت القناة سنصل ونستطيع نشتري هذا الشيء مثل ما نرى شكلها شكلها جبار شكلها حلو لكن غالية مثل ما رأينا هنا تستخدم 1000 Nets فيها وتوصل مثلا 1600 Nets Beaks Brightness ال Construct مثل ما نرى كم فالشاشة جبارة لو نرى كيف فيها برضو طبعا الأشياء كلها مثل ما نرى كم شاشة أو كم لير حق الشاشات الموجودة فيها أيضا مثل ما نرى هنا الرفلكشن حق الإنعكاس لذلك اللضاء التي تضر العين فيها مثل ما نرى 6K فأفضل من iMac أيضا iMac 5K وهذه 6K فيها 218BBI ورثني 6K إن شاء الله تنزلها في iMacات الجيلية تسوي تحديد وتنزل iMac يصبح 6K بدلا ما هو 5K طبعا الشاشة جبارة لا أتوقع أن تكون متناول جميع تبدأ من 5000 فأتوقع أن إذا كنت تشتري الماكبر قبل ويتكلمنا عنه فأنت تكون مطنوخة وعندك المال تستطيع تشتري ذلك لكن هناك ميزات كثيرة أيضا تستخدمها في مثل ما نرى يعني تقدر تقلبها وتستخدمها بالطول حلو لحق الكودينج مثلا تسوي إيدي تنقل برامج الكودينج حلوة كثير بالطول عندك مثل ما نرى الإدراعات تقول لك بسهولة لا تشعر بوزنها الشاشة أصلا وتستخدمها وهذه القطعة الخلفية لها لكي تستطيع تغيرها تستطيع تفصلها بالطولة أو بالعرض طبعا تريد تشتريها موفق اشترها إذا كانت لديك المال ومحتار اشترها مع الماكبرو وصور لي طبعا حطت لك أبل هنا مثل ما نرى تستطيع تستخدم الشاشة مثل ما نرى أفتحها لكم نستطيع استخدام الشاشة في الجهاز ونرى في الكمبيوتر ونرى الشاشة كيف نفسها في الحقيقة لدينا مثلا على الديسكتوب حقتك ترى كيف موجود مثلا فتحناها ننزل آخر شيء كانت موجودة هنا بس هنا ايوه هذا هو نضغط عليها هنا نضغط لـ AR مثلا لو اني بشتري الديسكتوب وين بحطها مثلا بحط أضغط AR فمثلا بحطها هنا مثلا ما يشوف احين حطت على الطاولة يشوف حجمة الطاول مثلا ما يشوف هنا اصعد فوق واشوف الشكل حقه واشوف الأشياء ذا كلها من هنا تقدر روح في الجنب اشوف المتحات حقتها في الجنب فحركة حلوة انك تشوف الشيء قبل ما تشتري مثلا تقدر تشيله مثلا لا تقول حج ما سقرناه عشان بس تشوفه في الجنب تقدر تفرر بصبعك كذا تشوف المراوح حقتها تقدر تشيله مثلا تحطه تحت يعني قبل ما تشتريه تشوف المكان حقه حركة حلوة هذا الـ object تقول له الجهاز نفسه بدل ما انك تحطه AR تقدر ترجع ووكي بنشتري الشاشة برضو نضغط على الشاشة وننزل تحت اخر شيء في موقع عبل نفسها ننزل تحت ونشوف هنا نضغط على AR هنا نشوف object كبداية الشاشة بس بدل ما نشوف نقدر نحطها مثلا بحطها على المكتب بدل ما نشوف هذه موجودة على المكتب عندي بدل ما نشوفها طبعا الكريم انتوصل هنا انتوصل عندي في الشقة ان شاء الله بعد بدل ما نشوف اسم من وراء ما احتاج اتكلم كثيرا ان شاء الله إذا قدمنا قدام فتحنا ما بس انا نفتح شركة الحق قبل نشتغل معاكم نقدر نشتريها بعدين بدل ما نشوفها القطعة قد نرقى فوق نروح وراء نشوف القطعة كلها عندك في الشاشة بس دقريبا هذه كل الميزات هذه الاشياء اللي نزلت كلها ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في الغناه ونشر المقطع وعمل لك المقطع وانتظروني في السلسلة الجديدة اللي بتنزل بعد هذا الفيديو ان شاء الله بعدها بيوم ويومين اللي هو Layo 13 ونبدأ نحمل معاكم القصدي Layo 13 بالبيتا ونسخة تجربية ونبدأ النسخة تجربية الأولى نبدأ معاكم السلسلة الجديدة متشوقين لنا نشوف الميزات اللي نزلت بس تذروني مثل ما قلت لكم نشروا المقطع وعملوا لايكل المقطع وشوفوا الفيديوهات اللي قبل تكلمنا عن Layo 13 والايبادة برو والواتش او اس والايربودس والسيري والميزات كلها اللي نزلت كتبوا لي تحت بتعليقات اذا ودكم نسوي ثلاثاني غير او شيء والسلام عليكم